قصف طائرة مسيرة مجهولة الهوية معسكرا تابعا لقوات الحشد الشعبي في قضاء أمرلي شمالي محفظة صلاح الدين وأسفر القصف وفقا لأحد وجهاء عشائر المنطقة عن مقتل عنصر من الحشد وإصابة آخرين وضح مصدر أمني أن المعسكر يضم صواريخ إيرانية صنع تم تدمير جزء منها بينما لم توضح الحكومة العراقية أو قيادة الحشد الشعبي تفاصيل الهجوم على المعسكر ونفت مصادر في البنتاجون مسؤوليتها عن الهجوم نضم إلينا من بغداد مرسلنا شفيق عبدالجبار شفيق هل من معلومات أوفى عن هذا الهجوم خصوصا أن واشنطن تنفي من يفترض أن يكون صاحب هذه العملية ومنفذ هذه العملية نعم نضال تعرض معسكر الشهداء التابع لقوات الحج الشعبي والمتمركز في قضاء أمرلي شمال شرق محافظة صلاح الدين إلى عملية قصف بأبرطائرة مسيرة مجهولة الهوية تحمل رمانات يدوية تم إلقائها على هذا المعسكر مما أدى إلى مقتل عنصر من عناصر الحج الشعبي وجرح اثنين آخرين بالإضافة إلى تدمير مخزن ذخيرة يحتوي على صواريخ من نوع كاتيوشا بالإضافة إلى صواريخ نوع سكوت عدد خمسة البيان الذي أصدرته الأجزاء الأمنية العراقية تحدثت عن أن طائرة مجهولة الهوية قد رمت هذه العبوات المتفجرة على هذا المعسكر ولم تفد بتفاصيل أكثر المصادر العشائرية أكدت أو رجحت المصادر العشائرية الساكنة في هذا القضاء أن تكون هذه الطائرة المسيرة تابعة لعناصر مايورو بتنظيم الدولة القريبة من المناطق وتنشط في تلك المناطق المناطق الشمالية الشرقية لمحافظة صلاح الدين والقريبة من محافظة كاركوك أيضا الحج الشعبي أو قوات الحج الشعبي قالت في وقت سابق أنها ستصدر بيان توضح فيه العملية أو عملية هذا الهجوم عبر هذه الطائرة المسيرة ولكن لحد هذه اللحظة لم يتم إضاح ما تمت خسارته من قبل قوات الحج الشعبي التي تتمركز وهو اللواء السادس عشر ضمن ألوية قوات الحج الشعبي المتمركزة في قضاء آمرلي شكرا جزيلا لك شفيق عبدالجبار مراسلنا من بغداد شكرا جزيلا لك شكرا شكرا جزيلا لك شكرا